السلام عليكم أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنجاوب على الأسئلة التالية هل يمكن استخدام الفزلين لخبض الحرارة؟ وكيف يمكن علاج الاحتقان والسخونة والدوخة بشكل سريع؟ ولكن من فضلكم لو استفدتم من الحلقة لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة أهلا بكم نبدأ بالسؤال الأول وهو أصيب ابني بالحمة منذ أيام ويرفض استخدام الأدوية وخوافض الحرارة وأرغب بمعرفة هل يمكن استخدام الفزلين لخبض الحرارة أم لا؟ والإجابة هي لا يمكن استخدام الفزلين لخبض الحرارة ولا يوجد أدلة علمية تدعم استخدامه لهذه الحالة ولكن يوجد للفزلين استخدامات متعددة منها أنه يحافظ على رتوبة الجلد والشفاء ويحمي من جفاف وتشقق القدم وغيرها من الاستخدامات ومن أقصر الأدوية التي تستخدم لخبض الحرارة هي البارستيمول كدواء بنادول ودواء الأدول ثانيا الإيبوكروفين مثل دواء أدفل ويوجد عدة أشكال صيدلانية لأدوية خبض الحرارة كالتحميل والشراب والحبوب كذلك ولا سقاط أو كمادات جل لخبض الحرارة والتي يمكن استخدامها للطفل ويلاقي بعض النصائح للتخفيف من حرارة الطفل أولا ارتداء الملابس الخفيفة والفتفاضة وعدم لبس الملابس الصقيلة للتخفيف من حرارة الجسم ثانيا استخدام كمادات الماء الفاتر مع تغييرها كل 15 دقيقة ثالثا شرب الكثير من السوائل لإبقاء الجسم رطبا وأخيرا الاستحمام بالماء الفاتر وليس الماء البيرت لكي لا يشعر الطفل بالبرد والكشعريرة نلتقل إلى السؤول التالي وهو ابنتي تعاني من الاحتقان والسخونة يرافقها دوخة وأبحث عن طريقة علاج سريع لها لأنها تريد تقديم امتحان المدرسة اليوم فكيف يمكن علاج الاحتقان والسخونة بسرعة مع العلم عمر ابنتي 13 عام والإجابة هي الأعراض التي ظهرت على ابنتك تدل على إصابتها بنزلة البرد في الغالب لكن لتقلك يمكن علاجها بسهولة من خلال مراجعة الطبيب لوصف العلاج المناسب لها وفي الوقت الحالي أنصحك باتباع القاتي للتخفيف عنها أولاً لتقليل درجة الحرارة يمكنك إعطاءها مسكنات الألم التي تحتوي على البارستيمول أو الإيبيوبروفين على شكل سائل للشرب وإذا كان بإمكانها تناول الحجوب يمكنك إعطاءها حبة واحدة ثانياً يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتقليل الحرارة ثالثاً لتقليل الاحتقان عليك بإعطاءها أدوية مضادة للاحتقان حسب تعليمات الطبيب وأخيراً لأنها تعاني من الدوخة بسبب نزلة البرد عليك تعويضها بالسوائل وتخفيف الحرارة عنها أما عن سؤال هل يمكنني الوقاية من الإصابة بالبرد فالإجابة هي بالطبع يمكنك وذلك باتباع ما يأتي أولاً الابتعاد عن أي شخص يعاني من البرد ثانياً غسل الأيدي بعد القيام بأي عمل وبعد لمس الأسطح المتسخة وبعد وضع اليد على الفم عند العطس ثالثاً عدم مشاركة الأدوات مع الآخرين وأخيراً تغطية الفم عند العطس وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم السلامة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر